مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهني مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهني ودرسنا هذا اليوم قرآني تحت عنوان الفرق بين الحاجة والرغبة نبدأ أولاً في قراءة الآية القرآنية الأولى ثم الثانية طبعاً هذا الدرس الليلة ما تم تسجيله على الهواء مباشرة للأسف صار في خلل في التسجيل وبالتالي نعيد تقديمه مجدداً من دون جمهور يعني هذا التسجيل من دون جمهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سورة الأعراف الآية حادية والثلاثون طيب هنا نجد كلمة باللون الأحمر زينتكم ما يتزين به من اللباس ما يتزين به من اللباس والطيب ووسائل التجمل يعني الملابس النظيفة الملابس الجميلة والعطر الذي يضعه الإنسان ووسائل التجمل مثل ارتداء الخاتم مثلاً على سبيل المثال هذه كلها من الأمور التي يحب الله عز وجل إذا ذهبنا إلى المسجد أن نرتديها أو أن نضعها ونذهب إلى المسجد ملابسنا تكون رائحتها جيدة ما يكون في رائحة عرق في جسدنا أو في ملابسنا رجلنا أقدامنا تكون نظيفة ما يكون فيها رائحة كريهة بحيث يتأذى المصلون منها أو نترك أثر على سجاد المسجد كذلك فمنا نغسلها ونغسلها بالفرشة والمعجون كي نذهب إلى المسجد رائحة الفم تكون طيبة إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولكن لا يكون هناك إسراف في هذا الشيء ولا تسرفوا ما معنى لا تسرفوا لا تتجاوزوا الحد في الإنفاق يعني عندما تشترون الثياب الجديدة عندما تشترون أي شيء أنتوا تشترونه يكون بالمقدار المعقول إذا أنت بحاجة إلى ثلاثة أثواب لا تشتري عشرة إذا بحاجة إلى هذا المقدار من العطور لا تشتري أكثر ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نرى هنا باللون الأحمر تبذر تبذر يعني تسرف إذن الإسراف والتبذير تقريبا بنفس المعنى ولكن ولكن الفرق هو أن التبذير يكون في الإفساد ماذا يعني في الإفساد؟ يعني مثلا ينفق الإنسان أموال كثيرة في القمار لعب القمار لعب القمار حرام أو أن يشتري أشياء محرمة مثل الخمو هذا يسمى تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين هؤلاء مثل الإخوان بالنسبة للشياطين دائما الشياطين معهم وماذا يفعل الشيطان عندما يكون مع الإنسان؟ وكان الشيطان لربه كفورة إذن الشيطان لن يأخذ الإنسان إلا إلى الكفر لن يأخذ الإنسان إلا إلى الكفر الآن نأتي إلى قصة هذا اليوم قصة هذا اليوم شخصيتنا هي شخصية يوسف يوسف ولد في مثل عمركم تقريبا طيب يلا يوسف تقريبا في مثل عمركم وقف يوسف أمام أحد الحقائب المدرسية المعلقة للعار في قسم اللوازم المدرسية في السوق المركزي يعني كان هناك سوق مركزي يباع فيه اللباس تباع فيه مثلا حاجات المدارس تباع فيه الأطعمة والأشربة وغير ذلك وهناك في قسم اللوازم المدرسية حقائب معلقة على الحائط وقف يوسف أمام أحد تلك الحقائب لماذا؟ وهي مماثلة لحقيبة زميله في الفصل عادل عادل صديقة زميلة في المدرسة عنده نفس الحقيبة ولهذا يوسف يريد هذه الحقيبة ثم هي حقيبة رائعة ذات عجلات كبيرة وقد طبعت عليها صور الشخصية التي يحبها كثيراً إذن ثلاثة أشياء الآن والأروع من ذلك كله أنها بنفس اللون الذي يحبه وهو اللون الأزرق إذن لونها أزرق عليها شخصية التي يحبها فيها عجلات كبيرة ثم عادل زميله عنده مثل هذه الحقيبة ولذا يوسف يريد هذه الحقيبة وإذ تأخر يوسف ناداه والده هيا يا يوسف هيا تعال لا نريد أن نتأخر أكثر من ذلك ذهب يوسف إلى والده وأمسك بيد والده ثم بدأ يسحبه نحو الحقيبة وهو يقول بإلحاح أبي أبي أريد تلك الحقيبة اشتر لي تلك الحقيبة قال يوسف قال الأب ليوسف وما بالي الحقيبة التي اشتريتها لك في بداية هذا العام الدراسي قال يوسف لم أعد أريدها أريد هذه الحقيبة عادل زميلي لديه مثل هذه الحقيبة وأنا بحاجة إلى هذه الحقيبة هيا يا أبي اشترها لي اشترها لي قال الأب ولكنك أنت الذي اخترت حقيبتك تلك فلماذا تريد غيرها أنت اللي عجبتك هذه الحقيبة التي عندك لماذا تريد واحدة أخرى قال يوسف أوه لقد أصبحت قديمة وبالية هنا انزعج الأب كثيرا من أسلوب يوسف في الكلام فقال الأب أولا أنا لا أحب أن تتكلم معي بهذا الأسلوب لأنه ليس الأسلوب الصحيح للتحدث مع الوالدين هنا انتبه يوسف واعتذر وقال أنا آسف يا أبي سامحني قال الأب وثانيا هل تمزقت حقيبتك وبالية؟ أنا اشتريتها قبل شهر فقط هل بليت حقيبتك وتمزقت؟ قال يوسف لم تتمزق لكنني بحاجة إلى حقيبة جديدة الأب قال لا أنت لست بحاجة إلى حقيبة جديدة أنت ترغب في حقيبة جديدة أنت تريد حقيبة جديدة أنت لست بحاجة إلى حقيبة جديدة لأن حقيبتك صالحة للاستعمال فلا تحاول أن تقنعني أنك بحاجة إلى حقيبة جديدة حاول يوسف عبثا اقناع أبيه بالتوسل بالغضاب ضرب رجله في الأرض صراخ قال لكن ما حصل أي نتيجة ولما استقر الاثنان في السيارة بدأ الدموع يوسف تسيل على وجنتيه يبكي ويبكي وقال أريد تلك الحقيبة أنا بحاجة إلى تلك الحقيبة قال الأب مصححا للمرة الثانية أقول لك يا حبيبي أنت ترغب في تلك الحقيبة أنت لست بحاجة إلى تلك الحقيبة قال يوسف مستغربا وما الفرق أنا أريدها إذن أنا أحتاج إليها قال الأب خطأ خطأ هناك فرق بين الرغبة وبين الحاجة وعلى كل حال أنا واثق أنك لن تعود إلى البيت إلا وأنت سعيد لم يمضي وقت طويل حتى أوقف الأب سيارته وحسب يوسف أنهما سيعودان إلى السوق المركزي من جديد لشراء حقيبته المفضلة إلا أن أباه طلب منه النزول وقال هيا سننزل لنشتري لك ما تحتاج إليه الآن هناك شيء أنت تحتاج إليه استغرب يوسف وقال ولكن هذا معرض لللوازم الرياضية قال الأب نعم ألم تخبرني من قبل أن حذائك قد تمزق اليوم أثناء التمرين في حصة الرياضة بحيث لا يمكن إصلاحه أجاب يوسف نعم هذا صحيح قال الأب إذن فأنت بحاجة إلى حذاء رياضي جديد تعال لتختار الحذاء المفضل لديك احتضن يوسف أباه ومسح بقايا دموعه ثم أمسك بيده متوجها نحو المعرض بلهبة شديدة تعالوا الآن نذهب مع بعض إلى مجموعة من الأفكار ذات العلاقة بالدرس لنعرف الفرق ما بين الحاجة والرغبة الحاجة الضرورية والحاجة المفيدة والرغبة عندنا ثلاث أشياء حاجة ضرورية حاجة مفيدة ورغبة ما الفرق بينهم فلنحاول الآن أن نساعد يوسف ليتعرف على الفرق بين الحاجة وبين الرغبة لكل فرد حاجات أنا بحاجة إلى الطعام ممكن الإنسان يحتاج إلى الطعام الإنسان بحاجة إلى السكن الإنسان بحاجة إلى العلم بحاجة إلى الكتاب بحاجة إلى الأصدقاء بحاجة إلى الأمن هذه أشياء نحتاج إليها مثلا نحن بحاجة إلى أن نأكل ونشرب بالمقدار المناسب لكي نعيش إذن الحاجة إلى الطعام والشراب بالمقدار المناسب يعتبر حاجة ضرورية لماذا؟ لكي نعيش هذه ضرورة نحن بحاجة إلى الثياب من خلال الثياب نحن نستر أجسادنا ونحمي أجسادنا من الحر ومن البرد الإنسان لا يخرج عاري إلى الخارج من دون ثياب إذن الثياب حاجة ضرورية الإنسان في الحر يحتاج إلى الثياب التي تمتص العرق يكون لونها فاتح أبيض مثلا في البرد يحتاج إلى اللباس الذي يدفئه لباس الصوف هذه حاجات ضرورية الإنسان بحاجة إلى المسجد يتعلم أمور دينة ليعبد الله مع سار المؤمنين هذه حاجة وحاجة ضرورية لأننا نؤمن بأن الله عز وجل هو ربنا نحن عباد الله والله قد جعل لنا عالم آخر فيه جنة ونريد أن نحصل على الجنة فهذا ضروري أن نذهب إلى المسجد نحن بحاجة إلى رفاق أصدقاء زملاء نلعب معهم عندما نكون لوحدنا في البيت نشعر بالوحدة ونحتاج إلى من نلعب معه قد ألعب مع أخي قد ألعب مع جيراني قد ألعب مع أصدقائي فإذن الإنسان بحاجة إلى الصداقة بحاجة إلى الزملاء بحاجة إلى المعارف إلى إخوانه نقطة أخرى ليست كل الحاجات متساوية من حيث الأهمية ولذا في حاجات أهم وحاجات مهمة ومن هنا قد نستغني عن حاجة في مقابل حاجة أهم هذه الحاجة التي هي ليست أهم نستغني عنها من أجل الحاجة الأهم الحاجة هي كل ما يعتبر ضرورياً أو مفيداً للحياة إذن عندنا نوعين من الحاجات حاجة ضرورية وحاجة مفيدة الحاجة الضرورية التي لا أستغني عنها الحاجة المفيدة يمكن أستغني عنها ولكن لو حصلت عليها هي مفيدة فلو دفعت المال من أجل أن أحصل على الحاجة الضرورية هذا شيء جيد من دون إسراف لو دفعت المال أن أحصل على شيء أحتاج إليه ليس ضرورياً لكنه مفيد هذا جيد وليس إسراف منذ ولادته يحتاج كل إنسان إلى أن يأكل فإذن عندما يشتري الطعام هذه حاجة ضرورية إذا شريت الطعام بالمقدار المعقول إذا أكلت بالمقدار المعقول هذا ليس إسراف ويشرب يحتاج إلى أن يشرب يحتاج إلى أن ينام بالمقدار المعقول ثمان ساعات مثلاً في اليوم كل هذه ضرورية ليظل على قيد الحياة هي حاجة ضرورية والإنسان بحاجة إلى التربية والتعليم ليتطور ويفيد نفسه ويفيد الآخرين هذه حاجة ضرورية في الحياة الإنسان بحاجة إلى العبادة ليقوي إيمانه ليشكر الله عز وجل على نعمه لينال رضا الله لينال جنة الله هذه حاجة وحاجة ضرورية هو بحاجة إلى الأمن والطمأنينة داخل المنزل في البيت خارج البيت في المدرسة في الشارع في الوطن الذي يعيش فيه في المدينة التي يعيش فيها إذا هناك أمن وطمأنينة يتعلم بشكل أفضل يعمل بشكل أفضل ينتج بشكل أفضل ويلعب بشكل أيضا يكون فيه هناك سلام وأمان هو بحاجة إلى الأمن والطمأنينة كي يتعلم ويعمل وينتج ويلعب بسلام لكن إذا ما كان فيه أمن إذا فيه قتال إذا فيه صراخ دائم إذا فيه ضرب دائم إذا فيه جو غير مستقر حين ذاك الإنسان قد لا يستطيع أن يتعلم أو يتعلم في ظروف صعبة جدا أو لن يتعلم إلا القليل لن يستطيع أن يعمل بشكل مريح لن يستطيع أن ينتج بشكل مريح وبالتالي الإنسان بحاجة الأمن ضرورة الطمأنينة ضرورة كل هذه الحاجات تعتبر ضرورة للإنسان لأن ننتقل نوع الثاني الحاجات المفيدة غير الضرورية مفيدة ليس الضرورية لو لم تكن عندي أستطيع أن أكمل حياتي بشكل طبيعي ولكن لو حصلت على هذه الأشياء هذه مفيدة قد نحتاج إلى شيء معين ليس لأننا لا نستطيع أن نستغني عنه بل لأنه مفيد فلو حصلت عليه هذا شيء جيد حصل من خلال استفادة والإنفاق في هذا في الحد المعتدل ليس إسراء قد نرغب في أشياء ليس لأنها ضرورية ولا لأنها مفيدة بل لأننا نحب أن نتملكها هذا النوع الثالث أنا أريد أن يكون عندي هذا الشيء أنا أريد نظارة ثانية أنا أريد القلم رقم عشرة أنا أريد الساعة الخامسة عندي أربع ساعات وأشتري خامسة أنا أريد الحداء رقم ستة أنا أريد أنا أريد هذه أشياء غير ضرورية وأحياناً قد ما تكون مفيدة حتى ما تكون مفيدة ما منها أي معنى أو قد تكون أحياناً مضرة بالنسبة للإنسان ولكن هو يحب أن تكون عنده فحين ذاك مثل هذه الأشياء على الإنسان أن يفكر هل من الصحيح أن يشتريها طبعاً لا قد تكون إسراف قد تكون تبذير من الضروري أن تكون لدينا بعض الوسائل التي تساعدنا على التعلم هذا ضروري وامتلاك الكمبيوتر يعتبر أمراً مفيداً الكمبيوتر هو من الحاجات المفيدة بالتالي يمتلك الإنسان شيء جيد لكن إذا إنسان عنده كمبيوتر واحد وصالح ويعمل وما فيه أي مشكلة لماذا يذهب ويشتري كمبيوتر آخر ثم كمبيوتر آخر ثم كمبيوتر آخر بينما الحصول على بعض برامج الألعاب تعتبر من الكماليات تعتبر أشياء أنا أريد ليس أنا أحتاج أنا أريد ليس أنا أحتاج هنا الفرق بين الحاجة والرغبة من الضروري الآن شوفوا هذا المثال ونختم فيه الدرس من الضروري أن نرتدي الأحذية لتحمي أقدامنا الحذاء ضروري حاجة ضرورية الحذاء المتين الذي يدوم طويلا يعتبر حاجة مفيدة إذن كل حذاء ضرورة الحذاء المتين مفيد حاجة مفيدة أما الحذاء المزركش برسوم وألوان وامضة وعادة يكون سعر أغلى أو يكون حذاء إضافي فهي من الكماليات هي أشياء أريدها لست بحاجة إليها أنا يكفيني الحذاء الذي يدوم طويلا حتى لو ما في إضاءات حتى لو ما في زركشة يؤدي الغرض فبالتالي هذا يعتبر من الكماليات هذا شيء أريده وليس أنني بحاجة إليه الآن تعالوا نشوف الأسئلة صحم خطأ كان يوسف بحاجة إلى الحقيبة الجديدة كان بحاجة إليها خطأ كان يريدها ويرغب بها لم يكن بحاجة إليها لأنه كان عنده حقيبة أخرى صالحة سؤال الثاني كانت الحقيبة التي يريدها يوسف باللون الأزرق صح كانت باللون الأزرق سؤال الثالث كان الأب سعيدا لأن يوسف يلح عليه لشراء الحقيبة الجديدة هل كان الأب سعيدا خطأ الأب كان منزعج من هذا التصرر سؤال اللي بعده كان الأب سعيدا لأن يوسف قال أوه لقد أصبحت حقيبتي قديمة هل كان الأب فرحان لهذا الأسلوب طبعا لا كان منزعجا لأن أسلوب كلام يوسف غير سليم أراد يوسف الحقيبة الجديدة لأن حقيبته قد تمزقت لا خطأ حقيبته لم تتمزق لم يستطع يوسف أن يقنع أباه بشراء الحقيبة الجديدة وبالتالي الأب لم يشتري الحقيبة صح كان القديم ما زال صالحا خطأ حذاء القديم حذاء يوسف تمزق أصبح ضاليا لا يصلح للارتداء ولا يمتم تصليحه بالتالي يشترى له حذاء آخر كل الحاجات متساوية من حيث الأهمية قلناك نوعين إذن ليسوا متساوين خطأ ليست كل الحاجات متساوية من حيث الأهمية قد نستغني عن حاجة في مقابل حاجة أهم صح قد نستغني عن بعض الأشياء مقابل حاجة أهم الحاجة هي كل ما يعتبر ضروريا أو مفيدا للحياة صح الحاجة إما تكون ضرورية وإما تكون مفيدة حتى الضرورية مفيدة لكن ما تكون ضرورية الطعام والأمن والتعليم والعبادة حاجات غير ضرورية للإنسان ليس ضروري الإنسان يأكل ليس ضروري الإنسان يشرب صح خطأ خطأ كلها حاجات ضرورية للإنسان الإنسان ليس بحاجة إلى التربية والتعليم خطأ الإنسان بحاجة إلى التربية والتعليم هذه حاجة ضرورية قد نحتاج إلى شيء معين ليس لأننا لا نستغني عنه بل لأنه مفيد إذن هناك حاجات مفيدة ليس ضرورية لكنها مفيدة نعم صح مثل الكمبيوتر الأحذية المتينة التي تدوم تدوم طويلا تعتبر مفيدة صح طلب يوسف أن يشتري حقيبة جديدة هذا يعتبر أمرا ضروريا ضروري كان يشتري حقيبة جديدة خطأ كان يعتبر رغبة شراء يوسف لحذاء جديد كان من الإسراف حذاء كان تمزق اشترى واحد ثاني جديد هل هذا إسراف؟ لا كان من الضرورات ليس بإسراف بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم إن شاء الله لقائنا في يوم الغد مع درس آخر إن شاء الله ودرسنا في مساء الغد إن شاء الله درس عقائد والحمد لله اللهم صلى على محمد وعلى محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر